اهلا وسهلا بكم طيب كل الناس في مصر وبرا مصر يعني مش في مصر بس ولا في المنطقة العربية بس في العالم كله بيتكلم على تصريحات جو بايدن عن معبر رفح عن الجهود المصرية ازاي جو بايدن بيتكلم عن مصر بهذا الشكل طبعا ما بينقصين الناس بدأت تتهكم وتصخر من مسألة استخدامه لقصة المكسيكا يعني وانا انا اتكلمت مع الرئيس السيسي رئيس المكسيك وبتقول اشياء من هذا القبيل ودي برضو بالمناسبة هنقاش لكن خلينا نتكلم اكتر على مسألة الدور المصري من جهة انسانيا من جهة اخرى سياسيا وازاي انه الكيان الصهيوني المحتل للاراضي العربية في فلسطين هو السبب الرئيسي وراء عرقلة اي جهد اغاتي بيحصل وخلوني هنا ارحب بالضيوف الاعزاء الاجلاء جدا بالمناسبة طبعا هبدأ اولا ب يعني اذا كنت لك عضو اليمين استاذ عبر مجدي مدير العمليات الميدانية للتحالف الوطني منور واحنا اتكلمنا في التليفون وتقابلنا في رفح اهلا بحضرتك اهلا بك طبعا استاذ دكتور اسامة شعث المحلل فلسطيني المختص بالعلاقات الدولية اهلا بك يا دكتور دكتور حمد فارس استاذ العلاقات الدولية اهلا بك يا دكتور احنا كده عندنا فلسطين القاهرة في النهاية خلص كلنا مصريين كلنا فلسطينيين كلنا عرب واستاذ عمر مجدي رجل المساعدات الانسانية يعني كيفاما نحب ان نطلق على كل الناس اللي بتقوم بهذا الجهد العظيم هبدأ استأذر حضرتكم الاول ان انا ارجع لأستاذ عمر على مسألة في موضة طالع موضة من التلسين بتاع انه احنا عايزين بس مصر ندخل المساعدات وصلنا للحاج جو بايدن وهو يتحدث عن انه يعني قد ايه هو بيحاول يقنع فخمة الرئيس بدخول المساعدات فانا هاخد هالك بنفس طريقة الشياطين ليه يا استاذ عمر ما بندخلش المساعدات في الاول انا سعيد انه موجود مع حضرتك ومع اساذ العظام يعني في العلوم السياسية في الاول انا بس حابب اقول ان احنا اول المساعدات دخلت من يوم 8 اكتوبر مساعدات طبية وبعدها طبعا كان فيه يعني اغلاق بشكل كامل ان عدم تلاقي يعني عدم السماح بمرور اي مساعدات من الطرف الاخر بعد كده تواجدت اول قافلة للتحالف الوطني من يوم 14 اكتوبر امام معبر رفح باستفاف ل 105 شاحنة و 3 عربيات اسعاف وعدد كبير من المتطوعين المؤسسات المختلفة في التحالف وعدد كبير حتى من المتطوعين المؤسسات من محافظة شمال سيناء عشان يكونوا جاهزين انهم يدخلوا الشاحنات المساعدات واللي قبلت الحقيقة برضو بتعنت في عدم دخولها وظل الامر هكذا لحين زيارة السيد الامين العام للام المتحدة لمعبر رفح ودعوته للطرف الاخر انه يفتح المجال لدخول المساعدات برغم ان كان خلف السيد الامين العام للام المتحدة معبر رفح من طرفنا مفتوح ومن ساعة تم استهداف الرجل معنويا فورا يعني احنا في الاول في الاخر كل اللي بنحب بس نوضحه كل شاحنات المساعدات تم تجهزها احنا قفل الاولى بتاعتنا تم تجهزها في 36 ساعة لو بتوجيهات من القادة السياسية فلو احنا بالطرف اللي مش عايز يعني يرسل المساعدات مش هنجهزها مش هنرسل المتطوعين والشاحنات والمساعدات عشان توقف قدام المعبر ولا نرسلها ببساطة شديدة يعني احنا جهزين من اول يوم وكنا موجودين وكنا عايزين ان احنا نقدم المساعدات واللي بالفعل بدأت تدخل يوم 21 اكتوبر وبمجرد انتهاء شاحنات القفلة الاولى اللي كان بتمر بمعدل نقدر نقول عليه للأسف قليل جدا في الاول لحين يوم 31 اكتوبر لحين انتهاء شاحنات القفلة الاولى في 31 اكتوبر تم تجهيز القفلة التانية في ثلاثة ايام فقط ثلاثة ايام فقط كان موجود ضعف العدد اللي تواجد في القفلة الاولى بل بالعكس تم اقرار ان احنا هنكون فيه جسر اغاثي ممتد يتقدم بمعدل تقريبا شبه يومي من شاحنات المساعدات اللي بتدخل بشكل شبه يومي وما زال تدفق المساعدات مستمر وما زال اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها تلسوا انك ودلوقتي ما زال اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها خلال ايام وخلال اوقات دايما هتكون متقربة هتبقى فيه ارسال لقوافل المساعدات من التحالف الوطني ومن مؤسساته اللي ما زالت بتدرك ان القطاع ما يحتاج لي مساعدات انسانية وما زالنا بندرك ان دورنا كمصريين احنا نساعد قشقه نارف المساعدة هرجعلك بعد شوية باعتبارك مدير العمليات الميدانية عشان هتكلم معاك اكتر على مسألة اوجه التعنط الصهيوني في انه يعطلولنا المساعدات او يرجعوها تاني او تتعطل في الجانب الاخر الى اخير بس خليني برضو هسئزن دكتور حمد فرس ان انا هبدأ مع دكتور قسامة شعث على مسألة التصريحات الاخيرة لجو بايدن والتي اثرت حفيظتنا بالتأكيد كمصريين واصرت الحفيظة العربية بطبيعة الحال يعني بداية تحية لك وللضيوف الكرام العزاء من دكتور استاذ دكتور حمد والاستاذ عمر وكل المشاهدين وايضا تحية الى شعب نصامد الان الذي يواجه ألت الدمار بكل اشكالها الحقيقة انه جو بايدن يعني الرئيس الامريكي الان ربما يكون هناك ظهور بحالة الليزهايمر او كذا كما يرى العديد من المحللين او او الخبراء الدوليين في المؤسسات الدولية لكن هناك اشكالية لدى الولايات المتحدة هو يتعرض الآن لضغوط كبيرة جدا بهدف يريد ان يدخل الانتخابات في المرحلة القادمة وهي المرحلة الاصعب في تاريخه خلال الاشهر القادمة لانه يريد ان يخوض الجولة الثانية من ما تسمى بالدورة الثانية في الانتخابات بالنسبة له ايضا هو يواجه ضغوط داخلية داخل الحزب الديمقراطي ويواجه ايضا يعني ضغوط على المستوى حتى الجيل الشباب من الحزب الديمقراطي اضف الى ذلك المؤسسة الامريكية الرسمية يعني سواء في البيت الابيض او حتى في الخارجية وفي الادارة الامريكية هناك الكثير من القيادات الامريكية الذين وقعوا على عريضة بمطالبة وقف الحرب على غزة بشكل عام فضلا عن كل هذه المحاول الداخلية هناك ايضا ضغوط دولية وربما سمعت الولايات المتحدة الآن تتعرض الى اهتزاز كبير بسبب انها فقدت مصداقيتها الدولية بانها دولة تدعم حقوق الانسان دولة تدعم الديمقراطية تدعم يعني الشعوب الفقيرة في الحرية وما شابه وهي ايضا تريد حل الدولتين والسلام في المنطقة العربية او ترعى عملية السلام في المنطقة باعتبارها الدولة الرائع الوحيد كانت لعملية السلام منذ 32 عاما ولكن مع كل ذلك العالم الآن يرى كيف يعني انت تقومي تتحدثين عن حل الدولتين ولا تعترفي بدولة فلسطين انت تتحدثين عن حل الدولتين وتدعم الاحتلال الاسرائيلي لقصف المدنيين انت تقول يجب وقف اطلاق النار وانت تستخدمي الفيتو ضد اي مشروع مصري او مشروع عربي او مشروع حتى الروس الامن تقدموا بمشروع وقف اطلاق النار في مجلس الامن الدولي الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو وبالتالي هناك تناقض كبير جدا ما بين الموقف الامريكي سواء المعلم وما بين السلوك الامريكي على الارض في التوجه وفي العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي هناك خمس زيارات مكوكية جاء فيها السيد بلينكين وزير الخارجية الى المنطقة كلها لم يتم الخروج منها باي موقف واضح للولايات المتحدة سوى دعم نتنياهو ودعم حكومة الحرب الاسرائيلية وهي بالمجمل يعني كأنه يتماهى مع الموقف الاسرائيلي بشكل غير معلم يعني هذه هي تقريبا الموقف الامريكي الذي يجعل جو بايدن في حالة من الارتباك في الموقف والتغير في هنا أروح لدكتور حمد فارس وكننا يمكن بنتكلم حتى قبل ما نبدأ الفقرة في أنه أنا من الناس اللي شايفة أنه جو بايدن كان يعني تماما ما يقول زلة اللسان فقط في المكسيك لأنه في النهاية المكسيك دائما حضرة على زهنه يعني هجرة غير شرعية أزمة تاكسس إلى خلاكن لكن الرجل يعني ما يقول وكأنه يخاطب أو أظن مش كأنه هو بالفعل يخاطب اللوبي الصهيوني الموجود في أمريكا الإيباك إلى آخره في استجداء لدعمه في الانتخابات القادمة لأنه غالبا يعلم أنه خاسر خاسر ومن ناحية تانية وحتى أشاطر ده إزاي عاوزين يوقفوا حرب ولا زالوا حتى هذه اللحظة يمولون دولة الكيام الصهيوني بمليارات الدولارات طبعا فيه استهداف لدور مصر بشكل واضح من الإدارة الأمريكية وإسرائيل باعتبار أن دور مصر كان هو حائط الصد الأول للدفاع عن القادرة الفلسطينية وده اللي أحدث نوع من الهزة الشديدة للإدارة الأمريكية والإسرائيل لأنه فيه مخطط واضح وفيه سلاس أسباب رئيسية ظهرت في هذا المشهد بشكل كبير سواء التدابير الاحترازية اللي صدرت من محكمة العدل الدولية واللي كانت بتطالب بوقف الإبادة الجماعية وإنفاذ المساعدات الإغاسية والإنسانية لقطاع غزة ولم ينفذ القرار رقم 27-12 اللي خاص أيضا بالمساعدات الإغاسية اللي صدرت من مجلس الأمن و27-20 اللي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإفراغه من مضمونه ولم توافق عليه إلا بعد سحب سلاس مقاطع مهمة جدا كانت ستؤدي إلى وقف إطلاق نار الجزئية الأهم أن مصر منذ اللحظة الأولى كان هناك إشادات كبيرة من كل دول العالم وعلى رأسه من الرئيس الأمريكي اللي قال بالحرف الواحد وهو على سلم الطائرة وأنا أتذكر تصريحه جيدا ومن الممكن أن تعاد هذه اللقطة إشادة برئيس المصر عبد الفتاح السيسي لدوره في كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية ودور مصر المحوري في هذه الجزئية ده جو بايدن بلسانه بلسانه وهو على سلم الطائرة وهو بيشيد بدور مصر وبيقول أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بدور محوري لإدخال أو إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وبالتالي الدولة المصرية لا تحتاج للإدارة الأمريكية ولا غير الإدارة الأمريكية لقد تقب بجوار الأشقاء في فلسطين ولكن الدولة المصرية مدركة لخطورة التحديات الراهنة مدركة لخطورة أن إسرائيل حتى هذه اللحظة مشروع التهجير مازال قائم وهناك رؤى واضحة من أن يتم استغلال هذه الأحداث لأنها فرصة لليمين المتطرف للاستمرار في الحكم الأطول فترة ممكنة فرصة لكسب هذه الأرض ليقدم قرباناً للشعب الإسرائيلي لما حدث له في يوم 7 أكتوبر وبالتالي هذه الرؤى المتشابكة جعلت الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت تخرج هذا التصريح ولكن هو تصريح لا يتصق ولا يتوافق مع تم على واقع الأرض احنا شاهدنا زيارات ماكوكية لكل قادة العالم ليس فقط سيكارتير عام الأمم المتحدة اللي بيشيد بالدور المصري ولكن الهيئة العامة للاستعلاماته الأستاذ زيارة شوان كوم بعقد مؤتمر صحفي كان به أكثر من 500 وسيلة إعلامية وصحفية على مستوى العالم كان هناك مؤتمر صحفي مهم جداً لرئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيك على أمام منفظ رفح وأشاده بدور مصر كان فيه زيارة مهمة جداً لأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية كان فيه زيارة مهمة لرئيسة وزراء إيطاليا جورج ياميلوني وإشهادة بدور المصري كل هذه المعطيات وبالتالي حتى وانتحدث بايدن لمدة عام كامل وأراد تشويه الدور المصري هناك لن يستطيع أن يقوم بذلك الحقائق والصورة ستكذب هذه الآلة الإعلامية الغربية التي تريد استهداف دور مصر ولن تنجح صحيح طبقاً أنا سأذنكم هنروح نفصل وهرجع بعض الفصل مرة تانية لأستاذ عمري علشان عايز نعرف ونعرف الناس شكل التعنت من الجانب الآخر الجانب الصهيوني بطريقتهم في التعنت في إيقاف المساعدات وإيصالها لأهلنا في فلسطين لأننا نقوم بكل ما نستطيع أن نقوم به لأجل إغاثة شعبنا الفلسطيني ثم نعود مرة أخرى لضيوفنا العزاء أيضاً والدكتور أسامة شعس والدكتور حامد فارس استنونا لو سمحتوا بعد الفصل أهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة تانية زميلي بيقولي فضيلة الأداء والحلقة تخلص يعني خلوها خمسة وأنا هبقى أتحايل على كريم رمزي أبسوا من هنا ومن هنا وأرجع بسرعة لأستاذ عمر مجدي كمدير للعمليات الميدانية في التحالف أبرز وأشكال التعنت اللي بيمرسوا الكيان الصهيوني تجاه المساعدات اللي بتيجي من مصر يعني الحقيقة أنا خليني أتكلم عن ما يخصنا ككيان تموي دوره وبشكل كبير هو أن احنا نحضر ونرسل المساعدات متوافقة بشكل كبير مع احتياجات الجانب الفلسطيني فكنا بنجد دايماً أن في بعض نقدر نقول مش الشروط ولكن التلبات فيما يخص تنظيم هذه المساعدات وطريقة دخولها وطريقة تنظيم هذه الحمولة داخل الشاحنات فبعض الأحيان لا دا احنا محتاجين الشاحنات ما تكونش مكتزة بالمساعدات تكون المساعدات في ارتفاعات معينة الحقيقة أنا عايز أخد دا من زاوية أخرى أن كل اللي كان بيطلب ما كانش بيمثل لنا احنا أن احنا مثلاً هنمل أو هنزهق أو أن احنا هنبطل أن احنا نرسل المساعدات احنا ماشي حاضر احنا متطوعين في مؤسسات التحالف تواجدوا أمام المعبر وأعادوا تنظيم وما يعني نقدر نقول رص وتنظيم وتجهيز مئة شاحنة على مدار أيام عشان يعيدوا دخول الشاحنات تاني وفقاً للمطلوب من معايير عشان تقدر أن الشاحنات تنفذ إلى الجانب الآخر ويكون سهل كمان سهولة تفريغها وما إلى ذلك من طلبات طلبها الجانب الآخر كان بالنسبة لنا فيه احنا ما عندناش أي مشكلة في أن احنا نتجاوب مع أي شيء بيتقال مقابل أن المساعدات تمر اللي أشققنا الفلسطينيين وما كانش ده بيزدنا أي شيء غير أن احنا متأكدين أن احنا هنكمل أكتر وأن المساعدات هتيجي أكتر بعد كده وكل اللي كان بيتطلب كان بيتم مراعاته بزيادة عما يطلب عشان نحرص أن المساعدات يوصل وإحنا مستمرين لحد اللحظة حد اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها في اللحظة اللي بنتكلم فيها حاليا في شاحنات حاليا في اللحظة اللي بنتكلم فيها بيتم تجازة وبيتم إعدادها في المخازن وبيتم إعدادها أنها تكون في الصفوف في استفاف لتوجه لمعبر رفع ودي عملية مستمر يعني دي عملية بالمناسبة مش بلاحصل دلوقتي دي عملية مستمر كل الوقت لم تتوقف بدليل أن إيلا اللحظة لنتكلم فيها برغم أن كل دول العالم بكل إمكانياتها إحنا تمام يعني مصر 80% من المساعدات اللي دخلت هي مساعدات مصرية طيب أنا هنا هنتقل دكتور أسامي مصر بتقوم بدور الأردن بتقوم بدور الحقيقة أنه السعودية طلعت بيام جيد جداً مقدرش يعني أقول عليه أقل من ذلك أبداً لكن لكن أظن كل الظن أنه العالم حتى هذه اللحظة لم يرى موقفاً عربياً واحداً معلناً يعني الـ 22 دولة يتبنوا نفس الموقف بيتحلوا بنفس الإرادة بشكل علني هل ده مطلوب؟ ولا المزيع حالم زي أصدقائه؟ لا هو مطلوب بس كمان لازم ننظر إلى الموقف العربي من عدة زوايا الزاوية الأولى من درجة مكانة الدولة يعني مش ممكن أن أطلب من سوريا موقف وهي أساساً تتعرض إلى لديها ظروف خاصة والعراق والسودان والليليا واليمن وبالتالي إحنا حنخرج مجموعة على الأقل خمس دول من ذات الوضع الداخلي السيحة الصعب أضف إلى ذلك هناك العديد من الدول التي تتعرض أيضاً إلى أزمات اقتصادية خانقة مثل موريتانيا مثلاً خارج المشهد التأثير أصلاً الصومال نفس الأمر لكن هم يعني كتل تصويتية في الأمم المتحدة تحتاجها في اللحظات الحارجة لكن هناك العديد من الدول التي تعد أساساً خارج المشهد يعني حالة التأثير الدولي أو حتى الإقليم أيضاً وحتى فيه داخل جامعة الدول العربية لكن بشكل عام الموقف العربي يتماهى تماماً مع الرؤية العربية في مسألة جامعة الدول لكن على مستوى التنفيذي تظل سيادات الدول لها اختلافات متباينة وفقاً لرؤى ربما تكون أيدلوجية أو ربما لها علاقة بالمصالح لكن يعني خليني دعني أقول بشكل تقريب أكثر الموقف المصري وأنا أعتقد أن الموقف المصري هو السند الأول والاستراتيجي الحقيقي للقضية الفلسطينية والذي يتبنى القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهناك تجربتين كانت يعني التجربة الأولى التي يعني بدأت منذ عام 48 بعد نكبة فلسطين الأولى انتهت كل المؤسسات الفلسطينية ودمرت مؤسسات حكومة عمو فلسطين تماماً الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أو احتل 78% من مساحة فلسطين لاحظ هناك أرض غزة تم وضعها تحت الإدارة المصرية بينما الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وضعت تحت الوصاية الأردنية أو الإدارة الأردنية الآن الأردن تمت إضافة الضفة الغربية مباشرة وضمها إلى المملكة الأردنية الهشامية بينما مصر حافظت على هوية فلسطين وهوية غزة وفي داخل غزة أنا أتحدث أيضاً في عهد الملكي يعني في عهد الملك فاروق رحمه الله في ذلك الوقت بغض النظر سواء نظام ملكي أو حتى دستوري جمهوري كانت أيضاً مصر موقفها واحد وساعدت في ذلك التوقيت على إنشاء أول حكومة فلسطينية سميت حكومة عموم فلسطين وإنشاء وتأسيس مجلس تشريع فلسطيني إذن مصر يعني أعادت الاعتبار للهوية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى والهوية السياسية أقصد منذ اللحظة الأولى لاحتلال 48 وبعد الهدنة تم تأسيس أول مجلس تشريع فلسطيني هذا أولاً الأمر الآخر وهو المشهد الآخر وربما يعني يغيب عن الكثيرين مصر دعمت في عام 63-64 بشكل قوي جداً ضرورة أن ينطلق الفلسطينيون من ذات أنفسهم بتأسيس منظمة منظمة التحرير الفلسطينية بدعم عربي كامل وحصلت على دعم من جامعة الدول العربية في عهد جمال عبد الناصر رحمه الله وتم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 28 مايو وبالتالي الموقف المصري لا يحتاج على المستوى السياسي هذا على المستوى العسكري تاريخياً مصر هي التي ساعدت منذ 48 قبل وبعد وفي حتى عام 73 وحرب الاستنزاف في العمليات المشتركة والنشاط الكبير هنا هستأذنك أننا نروح بسرعة أيضاً لدكتور حمد فارس ويمكن يبقى سؤالي ما هو اللي المفروض عمله من المجموعة العربية تجاه هذه القضية المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية بتقوم بدور رائع وجميل لكن أنا هخليني واضح جداً الأمريكان ما يعرفوش غير القوة المصلحة طيب سيبنا من القوة دلوقتي لا نريد إشعال حروب أعمل إيه؟ لازم نقلم الجانب الأوروبي والجانب الغربي بشكل عام والغانب الأمريكي اقتصادي حجم الاستثمارات العربية في الغرب اتنين تريليون دولار نبدأ نتحدث عن ألفين مليار دولار ده رقم كبير جداً لابد من التهديد والتلويح بسحب هذه الاستثمارات من أوروبا ومن الولايات المتحدة هذا من ناحية من ناحية أخرى أن الدول العربية لها أرصدق كبير جداً في الخارج وده هيؤثر بشكل كبير في ظل حالة بين التداعيات الكارثية اللي بتمر بيها أوروبا والولايات المتحدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية واللي أثر بشكل كبير لأن أوروبا كانت بتعيش رفاهيتها على الغازي الروسي الرخيص وده توقف سواء بعد خط نوردستريم واحد وعدم تفعيل خط نوردستريم اثنين تم إقاف ده بشكل كبير جداً وده ست النقبل إحنا بنشوفه دلوقتي من حالة من الصخط والضغط الكبير على الحكومات إحنا هنتحدث أنه ممكن يكون عام عشرين أربعة وعشرين هو عام تغير النظام العالمي ولكن سياسياً باعتبار أن فيه سبعة وسبعين دول هيتم فيها انتخابات في هذا العام أربعة مليار نسمة هيصوته بدأنا بجزر المرشال في جنوب المحيط الهادي ثم بعد ذلك هننتهي في رومانيا في أواخر هزة العام طيب دكتور حمد عشان شاورتل قطره خلاص الوقت خلاصة دكتور فرح أطع الكلام إلا أنه إلا أنه هنستعرف بحنا هبقى في عندنا مكلمات خلال الأسبوع برضو هنستطلع حضراتكم طول الوقت أنا عايز أشكركم جداً أستاذ عمر مجد نورتني وشارفتني كما جارة العادة قريباً نراك مرة تانية في رفح إن شاء الله على كل خير دكتور أسامة شاعة صديق العزيز سعيد جداً وجودك معنا في الستوديو دكتور حمد فارس صاحب بيت نورتنا وشارفتنا كل شكر جداً لحضراتكم أقولك على حاجة لطيفة وأنا بختم كده ما تيجوا نفكر كده في جملة ظريفة لطيفة لو أتعامل اجتماع كده للجامعة العربية على مستوى القادة والزعماء وبعدين خرج نبقى قالي بالك لايحة الجامعة توافق مش أغلبية فأنا أخرج بتوافق تخلي 22 دولة يخرج بتوافق يكتبوا مثلاً بند كده في بان يقولوا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستوعب جيداً أنه حجم الاستثمارات العربية فقائل 2 تريليون دولار وأنه على جميع الأطراف أن يعمل صالح استمرارية هذه الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة وفي أوروبا وأنه إحنا بنعمل سوياً لحل الأزمة دي جملة بالنسبة لهم مفهومة مفهومة بإيه؟ أنه ده العرب بدأوا يجزوا السؤال بقى وإحنا نوين نجز؟ سلامة